السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم هذه الحصة حصة يونستوك حلقة جديدة من يونستوك مخصصة للاحتفال والاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يأتي في 18 من كنون الأول ديسمبر من كل عام نعم نحن لسه يعني لم ندخل بعد إلى هذا الشهر لكن أنا عندما أجد موضوع جيد بمناسبة هذا اليوم أنشره حتى قبل أن يدخل هذا اليوم لأنه كل يوم يوم مناسب للاحتفاء بلغتنا ولسان العرب المجيد فهي لغة شريفة دون شك طيب طبعا لا نخلع عباءة التقديس على اللغة لكن هي لغة شريفة وبدون شك ففرق بين شريف وبين مقدس لكي واحد مثلا ممكن يسمح هذا ويقول أنهم يخلعون عباءة التقديس على اللغة واللغة كانت حية تطور إلى آخره هذا كله نعرفه لكن لا نقول مقدسة لكن نقول شريفة طيب وفي فارق بين هذين الوصفين أنا كتبت بالفعل بدأت منذ عام 2021 بكتابة قطعة محتوى مقالات بمناسبة هذا اليوم فإذا نحن في اليوم الرابع فطبعا ستجدوا كل الروابط للمقالات السابقة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في روابط وصف هذه الحلقة فعنوان المقال الأول كان 18 طريقة تدعم بها اللغة العربية في يومه العالمي هذا نشرته بحمد الله وعونه عام 2021 أيضا بعده يعني في العام مباشرة هو مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية اليوم العالمي للغة العربية 2022 وفي عام 2023 كنت قد رديت على مغالطة وأغلوطة روجها نيكولا طالب نسيم في أحد كتبه وعنوان المقال لما نسيم نيكولا طالب مخطئ بشأن موت اللغة العربية وهذا احتفاءا باليوم العالمي للغة العربية 2023 ونحن الآن في 2024 فإذا عنوان هذه الحلقة هو اللغة العربية لا تحتاجك نهائيا ألبت إطلاقا تصدق بجهودك على لغات أخرى إن أردت المن طيب وهذا سبب هذه الحلقة هو وتعليق قرأته في لينك دين على منصة لينك دين الشبكة المهنية لن أذكر صاحبة لكن هذا التعليق استفلس في أن أسجل استحثني على أن أسجل هذه الحلقة فالتعليق كان في حواه مالي أنني أبذل جهود عظيمة في كتابه باللغة العربية طيب وإن شاء الله يارب يكتبها في ميزان حسناتنا لأنه التفاعل بالإنجليزية أكثر وأنا لا أحب مثل هذه التعليقات صراحة أن شخص يمتن على اللغة العربية اللغة العربية لا تحتاج لا تحتاجك أساسا نهائي البتة ولا تحتاج جهودك وعندما تقول أن مثلا الفرص الاقتصادية باللغة الإنجليزية أكثر أو بلغات أخرى مثلا أكثر وأنا يعني ضحيت لأنه كان يقول هذا على فكرة أنا ضحيت أن يستطيع الكتابة بالإنجليزية أو بلغات أخرى وضحيت بهذا وأنا عدع من اللغة العربية وما لقنا دعم هذا كله كذب وسفاهة وقلة فهم في الحقيقة تمام لأنه حتى لو مشينا معه في الخط مشينا مع الفكرة هذه تابعنا في الفكرة هذه فالطريقة اللي يعملها الأذكية على فكرة لتدعم لغتك لو فرضنا أن كلامك صحيح أنه في فرص اقتصادية أخرى في لغات أخرى ولغتك تعاني وأنت ضحيت يعني وكذا تفحيها طريقة خاطئة أساسا كيف تعمل إذن لو أن كانت فكرتك صحيحة أنك تطلق منتج باللغة الإنجليزية اللغة اللي فيها الفرص اللي تحكي عليها مدامك أنت بارع وتعرفها وكذا وتجني أموال ضخمة من تلك اللغة من فرص الاقتصادية ثم تفتح وقف أو تعمل دعم أو تعمل يا أخي في حتى مبادرة مبادرة عملها مختربون من السوريين اسمها النافذة منصة النافذة على فكرة حطين دعم مالي يجمعونه من المختربين للدعم السوريين في الداخل اللي يكتبون ويعملون الفن الهدب شي غريب يعني صراحة تمام هذا أبسط ما يكون فأنت عندما روح شوف الفرص اللي تحكي أنها فيها فرص ما تعمل على أنك شهيد اللغة العربية وأنك بطل اللغة العربية وأنك ضحيت وإلا كنت مليارديرا بلغة أرجوك أن تتوقفوا عن هذا الهراء تمام إذا كنت بالفعل تستطيع أن تكون مليونير أو ملياردير بلغات أخرى افعل ذلك ثم بالأرباح افتح وقف افتح مبادرة افتح جائزة اعمل مواقع تمام هذه الطريقة صحيحة لو أصلا نحن صدقناك في هذا الهراء الذي تتتقوله لأن الحقيقة أن اللغة العربية فيها فرص لأن عدد الناطقين بها نعم في الانترنت أقل وهذا يعني أنها سوق بكر أن كل الفرص متاحة هو ظان الرجل أنه لم يكتب الإنجليزية سيحصل على أموال كثيرة السوق الإنجليزي مليء يعني أعطي لك تصور أنا أمس فقط شفت نشرة إنجليزية تحكي عن ناس محددين بالضبط اسمها عالق في الوسط وتحكي للأشخاص الذين يعتنون بأبائهم المسنين أو بأقاربهم المسنين وعندهم أطفال في نفس الوقت شفت تشبع السوق الإنجليزي يا صديقي هل تعتقد أنه لديك فرصة؟ هل لديك في رأسك ما ستضيف للغة الإنجليزية؟ فكر جيداً فكر أرجوك يعني لازم نشغل خلايا الدماغ يعني شي غريب جداً صراحة فإذاً هذه اللغة هذه اللهجة في المخاطبة يعني أنا تركت الفرص وكنت أستطيع أن أكتب بلغات أخرى وهو هذا أساساً حتى لو كان صحيح الأفضل دائماً أن تتحدث بلغتين أن تنشر بلغتين تفتح حسابين؟ لماذا أنت تحرم نفسك؟ سؤال يعني لماذا تحرم نفسك أساساً؟ لو فرضنا أنك تجيد لغتين تمام؟ فضل من الله عز وجل أنشر باللغتين افتح حساب بالإنجليزي وحساب باللغة الأم أين المشكلة؟ هناك سيكون لديك بالفعل دليل إمبريقي دليل تجريبي فعلياً عملي أن أيهم اللغات وهذا حتى لو أنت استنتجته سيكون مطابق لحالته فقط يعني أي اللغات التي تأتيك بالمال بالفعل تمام؟ لكن حتى استنتجته لا يمكنك التعميم بل هذا ينطبق على حالتك فقط تمام؟ فإذاً الهدف الغرض من كل هذه الحلقة هو أن اللغة العربية لا تحتاجك وأن التصرف على فكرة الفكرة أنه في فرص في لغات أخرى وأنه تأتي بها بالأموال ويعني تدعم اللغة العربية فعلته الكثير من الشركات العربية على فكرة ناجحة تمام؟ يعني ولن نذكر أسماء لأنه هذا واجب منزلي لك أنت اذهب تبحث يعني ناس فتح الله عليهم في أسواق أخرى بلغات أخرى ثم فتحوا سنديق واقف مبادرات زي ما حكينا هذه مبادرة أعطيتك أبسط مثال مبادرة يعني منظمة من أفراد أساساً أعتقد أنه ليس لديها حتى كيان رسمي هي عبارة عن الآن صفحة فيسبوك اسمها النافذة تجمع المال من المغتربين وتدعم الداخل السوري في كتابة القصة والرواية وما شاء شفت؟ يعني شيء هذه مبادرة عملها أفراد فتصور يعني في أفراد آخرين في شركات أخرى أيضاً بعد أن فتح الله عليهم بيدعم اللغة تمام؟ فهذا هو التفكير الصحيح حتى لو مضينا مع كلمة أن اللغة العربية ما فيها اقتصاد وهذا خطأ مئة بالمئة تمام؟ فيها اقتصاد ناس فتح بيوتها باللغة العربية وبعدوات تدعم اللغة العربية بمدونات تدعم اللغة العربية وكما أثبتنا من قبل بلال قام سلساً عندي مقال بيحكي تقريباً 80 مليون دولار يأتي من أدسانس وحده للمواقع العربية على فكرة ناطقة باللغة العربية وهذا لم أحسب اليوتيوب وغيره تمام؟ الناطقين باللغة العربية والذين تحدثون فصحة ولديهم ملايين من المتابعين إذن ينبغي علينا أن نقول أنه في اقتصاد اللهجة التي نشم منها ونتحسس منها أن الشخص يمن علينا أنه يستطيع أن يكتب بلغات أخرى لكنه تكرماً وتفضلاً وتضحية منه ترك كل هذه الفرص وحذرت سعادته يعني حذرته سعادته بتصدق عن اللغة العربية وإلا فإن لديه فرص أخرى فيك أرجوك احتفظ بصدقاتك لنفسك اللغة العربية لا تحتاجك أتمنى أن الرسالة وصلت كذلك نطيل هذا موضوعنا كلياً بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام